اللي ريد نعرف الآن من الأفضل للعراق دونالد ترامب أم جو بايدن انفازه في الانتخابات في رأيك السؤال يعني الإجابة عليه ليست سهلة أولا لأنه كثير من السلوك السياسي معروف يتغير بعد الانتخابات يعني دائما الحملات الانتخابية لها شيء وسلوك ما بعد الانتخابات له شيء لكن أنا شخصيا أعتقد طبعا أولا معروف بايدن موقفه من العراق واضح أنه هو يريد انسحاب من كل المنطقة ومن العراق وبايدن هو من مدرسة أوباما المدرسة أوباما تؤمن أنه تدخل الأميركي في المنطقة مضر أكثر مما هو مفيد وبالتالي نتذكر آخر مقابلة أجراها أوباما في صحيفة الأتلانتك أو نشرت في صحيفة الأتلانتك آخر شيء وبعدما غادر البيت الأبيض أو في الشهر الأخير كان يقول أنه هو يؤمن بترك السعودية وإيران يتفاوضون على المنطقة ويتفاهمون عليها وإحنا ما لنا علاقة بايدن نفس المدرسة ترامب من مدرسة أخرى ترامب من مدرسة نعم تؤمن أنه الولايات المتحدة الأميركية يجب أن لا تنغمس لكن بنفس الوقت هي تؤمن أنه يجب عدم فسح المجال أمام القوى الإقليمية اللي هي إيران وتركيا وغيرها بأن يبتلعون العراق لأن يحصل عدم توازن ستراتيجي لذلك من هالناحية ترامب أفضل من هالناحية ترامب أفضل